بما اني دخلين على موسم الدراسة فهنعمل النهاردة العيش الكايزر في البيت وهنعمل سلسلة فيديوهات بناء على طلباتكم ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاي عايزين نعمل كل حاجة في البيت بتعم حل وجميل وكمان هنوفر في مزانية البيت وكل حاجة هتكون متوفرة عندنا ان شاء الله باذن الله بنص كيلو دقيق عملنا كمية محترمة من العيش الكايزر دلوقتي الفينو بقت اسعارها غالية جدا ومش كل يوم هتعمل لنفسك ميزانية مخصوصة عشان السندواتشات بتاعة الولاد لأ احنا ممكن بكيلو دقيق واحد نعمل كمية كبيرة وانشالها في الفريزر نقدر نستخدمها طول الاسبوع تعالي معايا كده نسمي الليه ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف احنا عملنا ايه كمية اللي معايا ديت نص كيلو من الزي حطت عليها رشة ملح صغيرة وثلاث معالق من السكر ومعلقها كبيرة من الخميرة الفورية وقلبتهم كلهم مع بعض وبعد كده هحط نص معلقة صغيرة من البيكين بودر هقلب بقى كلهم مع بعض وبعد كده هحضر بقى معايا المواد السايلة لو انت حابة تستخدمي اللبن مفيش مشاكل ما عنديكش لبن وحابة تستعملي الميا برضو مفيش مشاكل نص كيلو دقيق بياخد نص كباية ونص من اللبن او الميا الاول حطي كباية وربع وبعد كده الربع كباية الفضلة تقدر تشوفي ادي محتاج ولا لا لان كل نوع دي ايه بيختلف عن الديق اللي ايه التاني انا هنا حاولت على قد ومقدر اللي انا مستخدمش ولا كله لبن ولا كله ميا حطيت كباية لربع من اللبن الاول وبعد كده تكملت بالميا لو انت حابة تعملي زيه هيطلع جميله زي العسل طب انا مش عندي لبن يا هيبة وينفع عمله بالميا وانت بتقولي اللي باللبن تلع جميله زي العسل برضو اللي بالميا هيطلع جميله زي العسل شغلت العجان ولو مش عندك عجان تقدر يتعمليه على قدك هيطلع برضو زي الفل هتعجني كده شوية لحد ما يبدأ اللي هو يلم معاك العجينة زي ما قلتلك اللي نص كيلو دي بياخد من كباية وربع الكباية ونص سويل سواء مياه اولا حطيت اربع معالق من الزيت بس الاربع معالق حطيتهم بعد ما عجنت في العجينة شوية وتلمت معايا هبدأ عجينة تاني بالاربع معالق من الزيت في المرحلة دي اتقدر اقولك تقدر تستكفي بالزيت بس بس انا حاولت اللي انا اجود كده من الموضوع وازبت الدنيا شوية وقدي طعم حلو للعيش اللي انا هعمله وحطيت مكعبين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ يعني اول مناويت اللي انا اعمل العيش طلعت مكعبين وركنتهم كده على الرخامة لمدة ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما قدلت اللي هي الزبدة تفك معي في المرحلة دي اختيارية عايزة اعمليها اعمليها مش عايزة او مش متوفرة عندك تقدر تستبعديها خالص بعد ما حطيت مكعبين من الزبدة بدأت اللي انا اعجن تاني من اول وجديد لمدة خمس دقايق برضو خمس دقايق على ايديكي مش في العجين لو في العجين هيبقى دقيقة واحدة بس كده خلاص عجنت الكمية بتاعتي بطريقة حلوة واخدنيها كويس وانت بتعجني عشان تبديكي في النهاية نتيجة كويس انا عايزة العجينة بتاعتي تكون بتلزق بسيط جدا يعني لما اجي امسكها في ايديا الاقيها مسكة في صوابع كده مش عايزة تسيب تعالي بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه في الوقت دوت خلاص كانت العجينة اتعجنت كويس وبردو زي ما قلتلك بتلزق بسيط جدا حطت زيت في العجين من تحته حطت العجينة وحطت على وشها كده نقطتين من الزيت وركنتها لمدة نص ساعة بعد كده العجينة خمرت معايا تعالي نشوف هنعمل ايه فيها هبدأ الي انا اخد العجينة وخرج منها الهواء بس مش هاجن فيها تاني خلاص كده اوعيت عجينة العجينة مرة تانية على الرخامة عندي شوية دي ودي هنا هو اللي هيساعدني الي العجينة متلزقش في ايدي هبدأ اعمل العجينة بتاعتي بالشكل دوت كده طبعا الحجم على حسب ما انت عايز انا هنا حاولت اللي انا اعمل حجمه مناسب لكتعة البورجر اللي انا هستخدمها وطبعا تقدري تستبدلي العيش الكايزر بالعيش الفينو هتعمليه زيه بالظبط لكن اللفة اللي في الاخر هتبقى مختلفة تماما هتلف فيها وتخليها صباعة فينو بصي بالشكل دوت انا بقورها وبروح حطهم كده كلهم جنب بعض بس مستحب اللي انت تحطي في ايديك شوية دقيق وكمان تحطي على الرخامة شوية دي عشان ما يلزقش معي هخلص الكمية كلها بنفس الشكل بحطها ببطن ايدي وببدأ اللي انا اقفل عليها واروح لفيها بكورة بالشكل دوت الخطوات ديت مهمة جدا لازم تخلي بالك منها علشان خاطر تحصلي على رغيف كايزر يكون حل وكمان مايبقاش معجن من جوه خلاص كده خلصت الكمية كلها بسم الله ما شوالله طلعيتلي كمية مناسبة هاخد اول واحدة انا بدأت اللي انا اعملها وابدأ اللي انا افردها كده بايداية على الرخامة وبعد ما فردتها بايداية اخدها تاني واقفلها نفس الشكل اللي انا كنت مقفلاه من البداية وبعد كده احطها على الرخامة وابدأ اللي انا بين ايدي هابدأ اللي انا اقورها بالشكل ده كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي ما بتاخدش سواني والله صانية مدهونة زيت وابدأ اللي انا احطهم في الصانية بس خلي بالك اللي هي لسه هتخمر تاني في الصانية فحاولي تعملي فراغات بين كل واحدة والتاني عملنا 12 كتعة من الكايزر يعني 12 غيفينه عايز اقولك بكام يعني ممكن نقول كده لو الكيلو دقيق ب12 جنيه يعني نص كيلو دقيق ب6 جنيه تقدري تعملي كمية حلوة من الفينو طعمها حلو لو هتعملي الكيلو كله على بعضه فتطلعي كمية كبيرة تقدري تشليها في الفريزر وتستخدميها طول الاسبوع على حسن ما الولاد عايزين طبعا احنا بدأنا في سلسلة فيديوهات للمدارس فلو انت حابة تعملي اي نوع معجنات وخايفة او عايزة تعملي حاجة وعايزاني اجربها لك الاول او عايزة تعرفي لطريقة ياريت تكتبيلي في الكومنتات وان شاء الله بإذن الله فيديوهات حلوة جدا هتعجبك خلاص كده خلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله خلصوا معايا بسرعة جدا معايا معلقتين من اللبن عليهم معلقة لبن بودر دوت اللي احنا هنعمل بيه الوش مردتش احط بقى صفار بيد مردتش احط نسكا فيه مردتش احط اي حاجة من الحاجة دي فضلت اللي حاجة تكون متوفرة في البيت هدن الكمية كلها وبالراحة كده وانت بتعمليها علشان خاطر ما تخرجيش الهوى اللي احنا دخلناه جوه حطتي اللايك بايا ستت الكل طب يلا حطي اللايك بتاعك عشان عارف اللي الفيديو بتاعي النهاردة عاجبك وعايزة بقى كلكم تنفزوا لطريقة وعشان تبعتوا هالي على الوطس عشان انزلها هنا ان شاء الله بإذن الله كده خلصت الكمية كلها اللي في الصينية هبدأ اعمل الصينية التانية عايزة اقولك ممكن تسيديها سادة كده من غير ما تحطي على وشها اي حاجة خالص ممكن تحطي سمسم ممكن تحطي حبة البركة على حسب المتوفرة عندك والولاد بيحبوا ايه طبعا انا عملت 12 كطعة بنص كيلو دقيق لو هتروحي تشتري الفينو دوت من بره طبعا احنا خدمينه كويس حطين في لبن حطين في زبدة فيه افران كتير ما بتعملش الحاجات دي وفيه افران بتعمل حاجات دي بس بتبيع الواحد بضعف الكمية بتخلي بالك من النقطة دي حطيت السمسم وابدأ اللي انا فيه واحد هحط عليه حبة البركة قلت كده اجرب حبة البركة يمكن الولاد ياكلوا وبالفعل طلع حلو طعمه حلو وحطيت عليهم كمان شوية سمسم دخلتهم الفرن على الرف اللي فوق خالص مش الوسطاني طلعت الشبكة الفوق شوية ودرجة الحرارة بتاعت الفرن كانت 200 اول ما خرج من الفرن برش عليه مية زي ما شفت كده وبغطيه بفوطة تكون نضيفة وبتسيبه شوية لمدة 3 دقيق بعد كده ترجعي له تاني بتلاقيه طري بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده عشان في اول ما تخرج من الفرن هتحس اللي هو بقى ناشف عشان كده لازم ترش عليه شوية مية ودي تكاية ممكن يكون ناس كتير ما بتقولش عليه بس انا حبيت اللي انا اقولك كل حاجة بصراحة عشان الحاجة تنجح معاك هنا الصينية كانت لسه سخنة فحاولت اللي انا اطلعه بالمعلقة عشان اوريكي ده كده شكل الرغيف الكايزر عايز اقولك طري وهش جدا من جوه ولما فتحته بقى طري كده من جوه وتحسين اللي هو مش مكتوم لا واخد حقه في العجين واخد حقه في الخمر واخد حقه في السوى كويس جدا طبعا لو انت مش عايزة تحط فيه بورجر ممكن تعمليه سندو تشك جبنة للولاد ممكن تعملي فيه اي حاجة انت عايزة لو انت عايزة من البداية خالص تحط فيه الحشوة وتدخلي الفرد برضو ليك حرية الاختيور الحشوة ممكن تبقى الحوم او جبن خلاص كده خلصت الكمية انا بوريكي بسم الله ما شاء الله الكمية كلها طرية وهشة وكمان مورقة من جوه كده ومش مكتومة دي احلى حاجة عايزة اقولك كل اللي داؤه كان مستغرب جدا اللي انا اللي عامله في البيت لكن النتيجة ابهارت الكل انا هستنيكي بقى ان شاء الله باذن الله تعمليه وتبعته لي وتقوليلي النتيجة بتاعتك اغبارها ايه انا واسكة اللي هيطلع من ايديكم كلكم زي العسل خلاص كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسيش تحط اللايك بتاعك والصلي على الرسول في الكومنتات ان شاء الله محبكم في اللي احلى وقاطية بخوات ما تنسيش اللايك والسلام عليكم اشتركوا في القناة